جرت الأروبة قالت لي إرمي المعجوم في المياه المغلية ووفري فلوسك يا إسراء حقيقي يكنزي رباني ونتيجة عمرك ما هتتخياليها أول حاجة هتجيب الطاصة وتحط فيها المياه وبعد كده أول ما تسخن تنزلي على طول بالمعجوم بتاع السنان أي نوع معجوم عندك استخدميه عادي جدا وأول ما تحس إن المعجوم بلائسيه هتنزلي بنص كباية من الصابون السيل اللي بتخسلي بالإطباق أي نوع صابون عندك هينفع جدا وبعد كده نص معلاء من الباكينج بودر وهنقلب كويس جدا وهنسيبهم على النار لحد ما ياخدوا غلوة بس ليه عندكم طلب لو أول ورد تشوفوني ياريت تشتركوا في قناتي واتفعلوا زر الجرس علشان وصلكم مني إشعار بكل جديد وعلشان حلم بعد ردة ربنا علي أن أنا أوصل للعشر تلاف مشترك بكم هقلب كويس جدا وهسيبهم لحد ما ياخدوا غلوة واثنين على النار زي ما جرت الأروبة قالت لي بالزبط وأنا عايز أقول لكم أن في الوقت ده أصلا ريحة الشقة مقلوبة حرفيا بيد ريحة حلوة أو في الشقة التجربة دي هتفيدك في حاجات كتير جدا لو عندك نموس أو عندك أي حشرات في البيت أصلا هتطير من الريحة أنا عايز أقول لك كمان لو عندك نمل في البيت بسبب الريحة اللي طالعة من المعجون ده هيمشي أصلا من البيت وأول ما ياخد غلوة كده هتجيب بقى عيون البتوجاس كلها النتيجة معاكم عملها مباشرة نهوت هاخد العيون وحطها على طول في الخليط اللي أنا عملته ومعليش بقى يا جماعة لو صوتي مزاي ما انتم متعودين عليه لإني تعبان شوالي ومين دول فادعوني بصوا بقى هاتي أي العيون اللي فيها الصدق اللي فيها مثلا بقعت قهوة أي حاجة وشوفي النتيجة الرهيبة هتوفر عليك بقى دعاك وهتوفر عليك حاجات هتشتريها بصي حقيقي كنز أنا ما كنتش مصدقة لحد ما جربت بنفسي يعني حقيقي حقيقي رهيبة 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 يمكن أول مرة تشوفي الطريقة دي على اليوتيوب بس نعاية أنا وبس هتشوفي كل ما هو جديد وحصري وصدقيني فيه مصدقية جمدة جدا في كل فيديو بقدمه لك أكيد بكون جربا مرة واثنين وثلاثة قبل ما أقدمه لكم علشان طبعا أني يهمني جدا أن أنتوا أي حاجة تجربوها من على قناة تنجح معكم مش مجرد فيديوهات وخلاص وهسيبهم يغلو على النار مع القليط ده المدة تلاتة أو أربعة دقايير ابنا كلنا تقريبا في التنظيف لكن أنت أصلا ممكن تجديها تشتفيها تحت الميا وتنشي فيها وتركي بها على طول ترجع بتبرق يا جماعة بس أنا هدعك هدعك بسيط أنا أصلا البتجاز عندي بلاك لونه اسود فهتلاقي أن الستالس بتاعه بيقى أجامع أصلا شوية لكن لو أنت البتجاز بتاعك كله استالس بستالس فشوفي بقى نتيجة حرفيا هتحس أن أنت شريعة جديدة بس للمعة بس خطير خطير بجد شال أي حاجة شال أي دهون أي صدق أي حاجة رجع لي العيون جديدة لانج 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 إذا تنسي نص معلقة البيكنج باودر مع معلقتين السابون السيل مع معلقتين معجون السنان حرفيا رهيب معجون السنان شايفت جمال مش بدعك قوي يا جماعة أنا عايز أقولك أصلا أننا بدعك على الهوى يعني وبيلمع معاه بطريقة رهيبة 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 ده غير أصلا أنه اتخذ أي دهون في العيون الداخلية بالأخص أنه احنا عدده العيون من جوا بتبقى صعبة شوية جرب النتيجة ديت أو الطريقة ديت وقليل النتيجة بكل صراحة وصدقيني بعد الفيديو ده أنا واسقا أن إن شاء الله هتعتمديها في تنظيف عيون البتجاز كمان الوصفة دي تنفع جدا أن تلمع لك البتجاز والحيطة والسراميك والرخامة وأي حاجة فيها دهون جربيها وهتعجبك جدا بإذن الله وربنا يحسن ما بين إيديكم بس ياريت لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس علشان طبعا يوصلكم مني إشعار بكل جديد وأشوفكم على خير بإذن الله في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته